بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمك إنك أنت الوهاب اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين أما بعد أحياكم الله وصلنا في كتاب الشيخ نور الدين الصابوني رحمه الله عند مسألة من المسائل المتعلقة بالأسماء والأحكام وهي مسألة هل الإيمان يزيد وينقص أو أنه لا يزيد ولا ينقص هذه المسألة من المسائل الخلافية التي اختلف فيها الأشاعرة والما تريدين فقالت الأشعرية الإيمان يزيد وينقص يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصان الأعمال واستدلوا بالنصوص القرآنية التي ظاهرها زيادة الإيمان ونقصان كقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون واستدلوا أيضا بدليل عقلي وهو أنه لو لم يزد الإيمان وينقص لتساوى إيمان فلان من المسلمين مع إيمان أبي بكر يعني لتساوى إيمان أحد الأمة مع إيمان أكابر الصحابة وهذا باطل فما أدى إليه فهو باطل هذا قول من؟ هذا قول هذا قول الأشعرية أو مشهور مذهب الأشعرية الماتريدية كانوا متسقين مع ما سبق من تعريف الإيمان يعني انطلق الماتريدية من أصلهم الذي أصلوه وحتى لا يتناقضوا مع أنفسهم بنوا على هذا الأصل فإذا كان الإيمان هو التصديق فالتصديق القلبي مرتبة ليس فوقها مرتبة لأن الإنسان إما مصدق أو غير مصدق ولا واسطة بين التصديق وعدم التصديق فلما قالوا إن الإيمان هو التصديق القلبي فقط أو هو التصديق مع الإقرار عند بعضهم لم يقولوا بزيادة الإيمان ونقصانه لأن التصديق لا يقبل الزيادة والنقصان ولا يتفاوت الناس فيه وهذا ما صرح به أئمة الماتريدية كما صرح هنا الصابون رحمه الله كما سنقرأ بعد قليل وهو ما صرح به غيره كإمام المذهب وشارح المذهب أبو المعين نسفي رحمه الله الذي قال وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق وهو لا يتزايد في نفسه دل على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إذن الماتريدية قالوا بعدم زيادة الإيمان ونقصانه اتساقاً مع تعريفهم للإيمان حيث لم يعتبر العمل جزءاً من حقيقة الإيمان وحيث اعتبروا أن التصديق لا مرتبة فوقه لا مرتبة فوقه فالإنسان إما مصدق وإما غير مصدق التصديق نفسه أو التصديق في نفسه لا يتفاوت لا يتفاوت طيب قد يقال إذن تعريفكم يا أيها الماتريدية للإيمان أصلاً ينبغي إعادة النظر فيه فينبغي عليكم أن تعرفوا الإيمان لأنه قول وإقرار وعمل حتى لا تناقضوا آيات القرآن قالوا لو كان الإيمان هو العمل فإنه لا يكمل أبداً يعني لو قلت العمل جزء من حقيقة الإيمان فإن الإيمان لا يكون كاملاً أبداً لا عند النبي ولا عند غير النبي لماذا؟ لأن الأعمال لا تتناهى لأن الأعمال لا تتناهى والزيادة على ما لا يتناهى محال والزيادة على ما لم يكمل محال فإذن انطلق الأشاعر من دليل نقلي وهو الآيات التي فيها التصريح بالزيادة ومن دليل عقلي وهو أنه سيلزم على ذلك تساوي إيمان أبي بكر وإيمان أحد الناس وانطلق الماتريدية اتساقاً مع تعريفهم الإيمان واستدلوا بأدلة عقلية وهي أنه لا مرتبة فوق التصديق وأن الأعمال لو كانت داخلة في حقيقة الإيمان فإنه لا يكمل أبدا طيب فماذا قال الماتريدية في النصوص التي ظاهرها الزيادة قالوا كلمة الزيادة تحتمل أموراً كثيرة فهي ليست نصاً صريحاً في كون الإيمان في حقيقته الذي هو التصديق يزيد والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به لاستدلال لماذا؟ لأن الزيادة يمكن أن تحمل على أمور أخرى تتعلق بالإيمان أما الإيمان نفسه فإنه لا يتصور فيه الزيادة فالزيادة يمكن أن تحمل على زيادة نور الإيمان وإشراق الإيمان في القلب وسعادة الإنسان بهذا الإيمان وانشراح صدر الإنسان بهذا الإيمان كما في قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فالزيادة تحمل على هذا أو تحمل الزيادة على الثبات على الإيمان الثبات على الإيمان فزادتهم إيمان يعني ثبتتهم على إيمانهم أما الإيمان نفسه فإنه لم يزد لأنه حقيقة واحدة وقد تحمل الزيادة على التفاصيل يعني بعد الإيمان الإجمالي زادت التفاصيل تفاصيل المعرفة مفردات الإيمان زادت كالإيمان باليوم الآخر ثم عرفت أن اليوم الآخر فيه حشر ونشر وصراط وميزان وجنة ونار إلى آخرين فالزيادة هنا زيادة التفاصيل إذن هذا هو الخلاف بعض الناس يقول الخلاف بين الأشاعرة والما تريدية في هذه المسألة خلاف خلاف لفظي خلاف ماذا لفظي ليس خلافا معنويا حقيقيا لماذا لأن من يقول بأن الإيمان يزيد وينقص لا ينكرون لا ينكرون أن الإيمان كائن مع الإقرار والعمل لا ينكرون أن الإيمان كائن مع الإقرار والعمل والقائلون بأنه لا يزيد ولا ينقص يقولون إنه يزيد لكن لا من جهة التصديق يعني لو سألت ما تريدية هل تنكر أن الأدلة على الإيمان تزيد وتنقص سيقول لك أنا لا أمكر هذا هل تنكر أن الأعمال التي تدل على الإيمان تزيد وتنقص سيقول لك لا أنا لا أمكر هذا فالأعمال الدالة على الإيمان تزيد وتنقص وبناء على ذلك فالخلاف بينهما ماذا لفظي طيب تعالوا كنا نقرأ ونشوف ماذا قال الصابوني ونمشي معاه قال وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق والإقرار شرط إجراء الأحكام كما قلنا لحضراتكم قبل ذلك إنه في تعريف الإيمان في تعريف الإيمان عند الماثريدية جمهورهم على أنه ماذا تصديق تصديق وإقرار باللسان وبعضهم أو المتقدمون منهم كالإمام الماثريدي قالوا هو التصديق فقط فيقول وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق والإقرار شرط إجراء الأحكام ولم يقول الصابوني هنا الإقرار شرط إجراء الأحكام معناها إن الإقرار ليس جزءا من حقيقة الإيمان معناها أن من يقول من الماثريدية بأن الإيمان تصديق وإقرار لا يختلف في الحقيقة عن من قال هو التصديق فقط لأن البحث هنا في من يدثل في الإيمان ومن يخرج منه فالإقرار هنا شرط شرط كمال وليس شرط صحة شرط إجراء الأحكام قال وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق والإقرار شرط إجراء الأحكام فإذا وجد التصديق حصل الإيمان ولا يتصور فيه الزيادة والنقصان وبالمناسبة هذا الكلام هو نص الإمام أبو حنيفة رحمه الله هذا الكلام هو نص الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الذي قال في الفقه الأكبر وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق أي بإذن الزيادة والنقصان ليست في نفس الإيمان ولكن في أمور متعلقة بالإيمان كما قلنا كانشراح الصدر بالإيمان وزيادة أنوار الإيمان وزيادة تفاصيل الإيمان وبالتالي الماتريدية لا ينكرون الآيات وإنما يقولون إن الزيادة متعلقة بشيء ليس هو الإيمان ولكن بشيء متعلق بالإيمان طيب فإذا وجدت تصديق حصل الإيمان ولا يتصور فيه الزيادة والنقصان خلافا للشافعي رحمه الله إذن أخذ بالك في هذه العبارات يعني ما يدلك على أصول المذاب لذلك الزبيد رحمه الله يقول إن أصل مذهب الماتريدية راجع إلى كلام أبي حنيفة وأصل مذهب الأشعرية راجع إلى كلام الشافعي رحمه الله تعالى كما نص على ذلك الزبيد رحمه الله تعالى فالأشعري مقرر لمذهب الشافعي والما تريد مقرر لمذهب أبي حنيفة رحمهم الله جميعا يقول خلافا للشافعي رحمه الله حيث يجعل الأعمال من الإيمان فيقول بزيادة الإيمان عند زيادة الأعمال وبنقصانه حين تنقص إذن لمم الشافعي رحمه الله ومن سار على نهجه من الأشاعر قالوا الأعمال من الإيمان طيب هل قال الماتريدية أيضا الأعمال من الإيمان نعم لكنها ليست من حقيقة الإيمان فالإيمان شيء والعمل شيء الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعطف يقتضي المغايرة وبالتالي فالتقيق والتدقيق يقتضي يقتضي أن نقول الأعمال نعم من الإيمان والزيادة حين إذن تكون زيادة في متعلقات الإيمان أو أدلة الإيمان وليس في نفس الإيمان أو في ذات الإيمان وبالتالي إطلاق اللفظ هكذا أن الإيمان يزيد وينقص تحتاج إلى مزيد تدقيق هذا التدقيق لما فعله الماتريدية قالوا هو في نفسه لا يزيد ولا ينقص واشتهر عنهم هذا القول الذي ظن أنه معارض لمذهب الأشعارية طيب قال وقد أبطلناه أبطل الشيخ ماذا أن العمل من الإيمان وهذا سبق وقلنا إن العمل ليس من حقيقة الإيمان ولكن العمل من الإيمان بأي معنى بمعنى أنه دليل على الإيمان وشرط كمال للإيمان إذن لا بد أن تفرق بين ما هو نفس الإيمان وما هو دليل على الإيمان ولأن العمل مجاور للإيمان ودليل على الإيمان قد يطلق عليه اسم الإيمان من حيث اللغة لأن اللغة أو في البلاغة قد يطلق الشيء على سببه أو مسببه قد يطلق الشيء على سببه أو مسببه ومن هنا يجوز أن تقول الأعمال إيمان الإقرار إيمان لأن كل هذا مسبب عن الإيمان فمن حيث اللغة يجوز أن تطلق على الأعمال أنها إيمان لكن من حيث التدقيق من حيث التدقيق لا ستقول الأعمال شيء والإيمان شيء الدليل شيء والمدلول شيء السبب شيء والمسبب شيء قال وقد أبطلناه وقوله تعالى زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وبالمناسبة هي ليست آية واحدة يعني هو الشيخ هنا أتى بإيه أتى بآية واحدة وهي ليست آية واحدة بل في أكثر من آية فيها هذا المعنى كما في قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة يعني الآية التي جبها الشيخ هنا من سلوك الأنفال أوائل الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هذه آية الأنفال هناك بعد ذلك آية في الفتح وآية في التوبة آية التوبة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون آية الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إذا إحنا عندنا في القرآن آيات آيات تدل على زيادة الإيمان أو فيها نسبة الزيادة إلى الإيمان الشيخ هنا جاب آية واحدة فقط لأن ما سيقال في آية سيقال في غيرها يعني ما سيقال في آية الأنفال هو بعينه ما سيقال في آية التوبة هو بعينه ما سيقال في آية الفتح يقول وقوله تعالى زادتهم محتمل محتمل كلمة محتمل هذه إذا وقفت عندها تكفيك تكفيك في تفهم المراد يعني يريد أن يقول الشيخ إنها ليست نصا ليست نصا في المراد أو في زيادة نفس الإيمان نص بالمصطلح الأصول يعني والنص بالمصطلح الأصول هو أن يكون المراد من اللفظ شيئا واحدا لا يحتمل غيره كما تقول قل هو الله أحد هذا نص كما تقول فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم هذا نص هذا نص بمصطلح الجمهور الشافعي ويسميه الحنفية مفسر لأن دلالة اللفظ على معناه قطعيا طيب الشيخ هنا ماذا يقول يقول محتمل يعني دلالته على معناه ليست قطعيا كما في قولنا مثلا الرحمن على العرش استوى دلالة الاستواء على التمكن ليست قطعيا لأن الاستواء يطلق ويراد به التمام يطلق ويراد به القصد يطلق ويراد به الاستقرار والتمكن وهكذا فدلالة الاستواء على التمكن ليست قطعيا هكذا هنا زادتهم إيمانا همل الزيادة على الإيمان نفسه ليست قطعيا وإذا كان الظنية فمعناها فمعنى ذلك أنك ستنظر إليها مع النظر في غيرها من الأدلة ليس فيها فقط حتى ترجح أي احتمال منها يكون أوفق وأولى يقول وقوله تعالى زادتهم إيمانا محتمال يحتمل الزيادة من حيث التفصيل في عصر النبي عليه السلام في عصر النبي أو بالنسبة للجاهل يعني بعض المسلمين نعم يؤمنون بالإسلام إجمالا ثم لما نقول لهم أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء اسمه الحوض يشرب منه المؤمنون يوم القيامة يقول يا سلام والله هذه معلومة جديدة عليهم هذا شيء جميل هذه معلومة جديدة فيكون كالمسلمين الأوائل الذين آمنوا إجمالا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم مع نزول الآيات تتوالى التفاصيل فالزيادة هنا زيادة ماذا في التفصيل وليست في نفس الإيمان لأنهم مصدقون ونحن قلنا لحضراتهم قبل ذلك ما المراد بالتصديق عندما نقول التصديق ما المراد بكلمة التصديق المراد بكلمة التصديق التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو معنى التصديق فأنت مصدق بأن كل ما جاء عن الرسول حق خلص آمنت الرسول قال لك اليوم شيء ثم قال لك في اليوم التالي شيء آخر زيادة يعني ثم قال لك كل هذا لا يعني أن إيمانك حصل فيه شيء إيمانك كما هو لكن الذي حصل زادت الأمور المتعلقة بالإيمان زادت المعلومات المتعلقة بالإيمان زادت تفاصيل الإيمان فلذلك يقول الشيء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويتصور هذا في غير عصر النبي أيضا بالنسبة للمسلم الذي يتعلم دينه ولا يعرف تفاصيله ولكنه مقر إجمالا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول حق وصدق يقول وقوله تعالى زادتهم إيمانا محتمل يحتمل الزيادة من حيث التفصيل في عصر النبي صلى الله عليه السلام حيث تنزل في كل وقت آية ويتجدد في كل وقت حكم فالزمهم الإيمان به من حيث التفصيل هذا واضح شرحنا وإن كان داخلا في الجملة يعني داخل في جملة الإيمان الذي حصل له أولا يعني أنا أولا آمنت برسول الله أنه رسول فعندما يأتيني بتفاصيل فهي ملحقة بالإيمان الأول ليست شيئا جديدا ويحتمل الزيادة يبقى هذا يبقى الاحتمال الأول الذي تحمل عليه الآيات الدالة أو التي ظاهرها الزيادة تحمل على ماذا على زيادة التفصيل مكتوبة في النسخة اللي قدام حضرتكم التفضيل هذا خطأ التفصيل هذا الاختمال الأول الاحتمال الثاني قال ويحتمل الزيادة من حيث تجدد الأمثال يا سلام ما معنى تجدد الأمثال يعني يحدث الله عز وجل في قلبك في كل وقت إيمانا جديدا ليه لأن أنت نفسك حياتك وكيانك كله يحدث الله عز وجل فيه حياة جديدة ونحن شرحنا هذا لحضراتكم قبل ذلك العرض لا يبقى زمانين أليس كذلك؟ طيب الحياة عرض ولا مش عرض عرض الإيمان عرض ولا مش عرض عرض إذن يتجدد لا يبقى زمانين من الذي يجدده ربنا سبحانه وتعالى فإنت تظن لأن إحنا جميعا من أهل الغفلة أن أنت حياتك زي الخط المستقيم من أول ما تتويد لحد ما تموت أنت حييت حياة واحدة بينما في حقيقة الأمر أنت حياتك عبارة عن نقاط نقطة جنب نقطة لأن هذه النقاط لا زمن بينها أو الزمن بينها أنت لا تدركه فأنت تشعر أنها متصلة بالضبط كشعاع الضوء كانوا يظنون الفيزيائيين كانوا يظنون أن الضوء عبارة عن شعاع خط مستقيم ثم لما بحثوا الضوء وجدوا أنه عبارة عن فوتونات صغيرة للغاية متتابعة وليست خط وليست خط مستقيما الله عز وجل الحافظ سمي الله عز وجل القيوم القائم على شؤون خطه فنفس الشيء قد يحمل الإيمان بماذا؟ بتجدد الأمثال يعني الله عز وجل مع تجديده لحياتك الذي يحصل لك في كل لحظة يجدد لك الإيمان في القلب إن كنت قد اخترت الإيمان فهذا هو تجدد الأمثال يعني كما في سائر الأعراض يقول الشيخ يعني إن فهمت ما قلناه قبل ذلك من أن العرض ليبقى زمانين وعلمت أن الإيمان عرض من الأعراض يعني استوعبت هذه المسألة طيب قال وزيادة ثمرة الإيمان هذا هو الاحتمال الثالث زيادة الثمرة زيادة ثمرة الإيمان وإشراق نوره يبأ إذن الآيات الدالة أو التي في ظاهرها نسبة الزيادة إلى الإيمان مؤولة عند السادة الماتوريدية بزيادة متعلقات الإيمان كإشراق نوره أو تفاصيله أو متعلقة بتجدد نفس الإيمان مع تجدد سائر الأعراض واضح؟ طيب هل في هذا التأويل إنكار للآية لا؟ التأويل ليس من باب الإنكار وأنتم تعرفون هذا فهم قد أولوا الأيات بذلك والشيء في اللغة قد يسمى باسم سببه أو باسم متعلقه كما تعرفون ذلك في البلغة طيب ثم من قام به التصديق والإقرار فهو مؤمن حقا فليجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله هذه مسألة أخرى هذه مسألة أخرى فيها أو يعني تسمى الاستثناء في الإيمان إنه هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله هل يجوز هذا أن تعلق الإيمان هذه أيضا من المسائل الخلافية بين الأشاعرة والما تريدية فذهب الأشعارية إلى أنه يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله وذهب الماتريدية إلى عدم جواز تعليق الإيمان على شيء لا يجوز أن تعلق الإيمان على شيء لأن التعليق عند الماتريدية فهموا منهم أنه يقتضي الشك يقتضي الشك والشك مناف لحقيقة الإيمان يعني الإيمان معناه اليقين القطع فأنت عندما تقول إن شاء الله فهذا يقتضي يلزم منه أنك شاك فلذلك منعوا ذلك لذلك أبو منصر ما تريد رحمه الله في التوحيد يقول الأصل عندنا قطع القول بالإيمان يعني لا يجوز أن تعلق الإيمان على شيء إذا قلت أنا مؤمن تقول أنا مؤمن لا تقول إن شاء الله لا تقول إن شاء الله إلا إن أردت بهذه الكلمة التبرق ليس التعليق ليس التعليق ومن هنا قالوا إن الخلافة لفظي لفظي لأن من قال لا يجوز الاستثناء في الإيمان قصدوا التعليق ومن قال يجوز الاستثناء في الإيمان قصدوا التبرق إن كل شيء في الكون بيد الله وحده فقالوا هذه العبارة على معنى ماذا على معنى التبرق والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى فالخلاف بين الفريقين لفظي كما قال كثير من المحققين لأنك لو سألت الأشعري وقلت له يا أيها الأخ الأشعري هل عندما تقول يجوز الاستثناء في الإيمان هل معنى ذلك أنه يجوز للإنسان أن يكون مؤمنا لكنه شاك في إيمانه قد علق هذا الإيمان على شيء يقول لك لا هذا لا يكون إيمانا طيب وإذا سألت الما تريدي وقلت له يا أيها الأخ الما تريدي ما رأيك أنني أقول أنا مؤمن إن شاء الله لكنني لا أعلق إيماني على شيء بل أقول هذه الكلمة لأنها لفظ قرآني أتبرك به يقول لك إذن يجوز إذن في الخلاف بهذا الاعتبار لفظي وليس خلافا حقيقيا لأن مراد هؤلاء ليس هو مراد هؤلاء يقول الشيخ ثم من قام به التصديق والإقرار فهو مؤمن حق فلا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله خلافا للشافعي رحمه الله الشافعي ألنبأ شافعي هو شيخ المزهر الأشعر فإن الاستثناء في الإيمان يقتضي الشك أو يحتمل ذلك هذا عند المات اليدية كما قامت به الحياة لا يجوز أن يقول أنا حي إن شاء الله وكذا يكون مؤمنا عند الله تعالى لقيام الإيمان به في الحال آه يعني هل أنت إذا قام بك الإيمان هل أنت مؤمن عند الله نعم أنت مؤمن عند الله لأن الإيمان قام بك في الحال الآن أنت مؤمن وإن علم الله تعالى منه أنه يكفر بعدها يعني علم الله عز وجل بك هو علم بحالك الآن وعلم بمآلك فبما يحكم عليك يحكم عليك بحالك أو يحكم عليك بمآلك يحكم عليك بحالك أو يحكم عليك بمآلك في كل وقت يحكم على الإنسان بما يليق في كل وقت يحكم على الإنسان بما يليق فمن كان مؤمنا في وقت فهو في علم الله الآن مؤمن وعندما يتبدل حاله والعياذ بالله يحكم عليه في وقته أنه كافر طيب طيب يقول كما يعلم تعالى الحي حيا لقيام الحياة به في الحال وإن علم أنه يموت بعدها يعني الله عز وجل الآن يعلم أننا أحياء نعم يعني نحن في علم الله الآن أننا أحياء نعم طيب لما نموت سيقع في علم الله أننا قد موتنا يبقى إذن لا يحكم على الإنسان باعتبار عاقبته لا يحكم على الإنسان يعني إبليس حين كان مؤمنا فهو في علم الله أنه مؤمن وإن كان في علم الله أيضا أنه سيكفر يعني الله عز وجل علم أن إبليس سيكون مؤمنا ثم كافر طيب الحكم عليه كيف يكون في كل حال بما يريق به فيكون عند الله مؤمنا في حال إيمانه ويكون عند الله كافرا في حال ماذا في حال كفره في حال كفره طيب يقول وكذا يكون مؤمنا عند الله تعالى لقيام الإيمان به يعني إذن حضرتك الآن لما تقول أنا مؤمن وأنا عند الله مؤمن هل هذا خطأ لا ليس خطأ ليس خطأ لا يعترض عليك بأنك يا أخي لا تدري هل تموت على الإيمان أو لا تموت على الإيمان هذا يعني لا يحكم به المستقبل الأمور المستقبلية هذه نعم واقعة في علم الله لكن أنا أتحدث عن وضعي الآن أحكم على وضع الآن فإذا قام بك الإيمان الآن حكمت على نفسك بالإيمان الآن ولا تعلق الأمر على مستقبل لا تعلمه أنت طيب الآن في علم الله الآن في علم الله كيف هو الآن في علم الله إيمان حتى وإن كان مآلك إلى الكفر والعياذ بالله قال وكذا يكون مؤمنا عند الله تعالى لقيام الإيمان به في الحال وإن علم الله تعالى منه أنه يكفر بعدها كما يعلم تعالى الحي حيا لقيام الحياة به في الحال يعني الله لا يسمين أموات أنت لا تسمى ميتا مع أن مآلك إلى الموت مع أن مآلك إلى الموت الساد الأشاعر يا أيها الإخوة عندهم مسألة أو هذه مسألة من المسائل التي يعني فيها بحوث وهي مسألة الموافاة الموافاة مسألة العاقبة يعني هل يحكم على الإنسان بعاقبته أو بحاله الأشاعر دائما ينظرون إلى مسألة العاقبة المستقبل فهما لما بيقول يجز الاستثناء في الإيمان يقول لك أنا مؤمن إن شاء الله لإني لا أعلم ماذا سيكون في المستقبل ولأني إذا كنت في المستقبل كافرا فأنا عند الله الآن كافر ويقولون ذلك يعني حتى لو كان الإنسان الآن مؤمن لكن الله عز وجل علم أنه سيرتد فهل هو عند الله مؤمن ولا كافر آل الأمر معلق على العاقبة يعني أنت عند الله الآن عوز بالله ليس أنت ولا أحد من الحاضرين أعازنا الله وإياكم من هذا لكن يقولون الإنسان إذا كان في علم الله أنه سيموت على الكفر فهو كافر وإن عرض له الإيمان وإن عرض له الإيمان فيحكم عليه بحقيقة مآله فلذلك قالوا يجوز الاستثناف الإيمان يبقى إذن من أين أتى للأشاعر قولهم بجواز الاستثناف الإيمان لأنهم نظروا إلى مآل الأمر من أين أتى للمات نيدية قولهم بعدم جواز الاستثناء في الإيمان لأن الحكم على الحال وليس على الاستقبال فإذا كنت في الحال مؤمنا فأنت عند الله الآن مؤمن بخلاف الأشاعر الذين يقولون إذا كنت الآن مؤمنا فأنت عند الله كافر لأن الحكم معلق بالمآل بالعاقبة طيب يقول وكذا يكون مؤمنا عند الله تعالى لقيام الإيمان به في الحال وإن علم الله تعالى منه أنه يكفر بعدها حتى وإن كتب الله في اللوح المحفوظ أنه سيموت بعدها فهو عند الله في علم الله الآن مؤمن كما يعلم تعالى الحي حيا لقيام الحياة به في الحال وهذا المثال واضح الله علم وكتب عنده أننا جميعا سنموت لكنه لا يسمينا أمواتا ولم نقع في علم الله أننا أموات الآن بل نحن الآن في علم الله أحياء لذلك يخاطبنا ربنا سبحانه وتعالى فيقول يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا والخطار لا يجوز للميت والتكليف لا يكون للميت فنحن في علم الله أحياء وإن علم الله أننا سنموت بعد ذلك فإذن الماتوريدية قالوا يحكم على كل وقت بحاله والواقع في علم الله تعالى هو ما في الحال وإن كان علم الله تعالى قديم إذن يقول وإن علم الله تعالى منه أنه يكفر بعدها كما يعلم تعالى الحي حيا لقيام الحياة به في الحال وإن علم أنه يموت بعدها يسميه حيا لا يسميه ميتا فكذلك الإنسان المؤمن إذا كان مؤمنا يسميه مؤمنا حتى وإن علم أنه سيكفر بعد ذلك فهو في علم الله مؤمن الآن والله حتى قلنا إن إبليس كان مؤمنا وسعيدا حين كان يعبد الله تعالى وإن علم الله تعالى أنه يكفر بعد ذلك يعني إبليس هل سبق له الإيمان أو لم يسبق سبق سبق أنه كان مؤمنا بل من العباد الزهاد حتى رفعه الله تعالى ليكون أو ليعيش في وسط الملائكة وهو من الجن كما قال الله تعالى إلا إبليس كان من الجن فرفعه الله طيب هل كان الله يعلم أنه سيتمرد في علم الله الأزري نعم لكنه لما كان مؤمنا هل كان الله يسميه كافر نحن نقول لما كان مؤمنا كان في علم الله أنه مؤمنا وكان الله يسميه مؤمنا ويخاطبه باعتبار أنه مؤمنا وقوله تعالى وكان من الكافرين أراد أنه صار وكان من الكافرين كان هنا ما المراد بها صار صار يعني أصبح من الكافرين حدث له الكفر مش وكان من الكافرين يعني هو أزلا كافر وإن عرض له الإيمان لا كان هنا ليست على حقيقتها بل هي بمعنى حدث له الكفر كذلك الأمر لما الله عز وجل يقول وكان من الكافرين ليس معناها كما قد يفهم منها أو كما قد يقول الأشاعر كان من الكافرين يعني هو دائما من الكافرين وقع في علم الله أن مآله الكفر فهو فهو في كل أحواله كافر وإن عرض له الإيمان في بعض الوقت لا نحن نقول كان بمعنى صار كما في قوله تعالى وكان من المغرقين إذن خلاصة المسألة أن الماتريدية يقولون لا يجوز الاستثناء في الإيمان لأنه الاستثناء عندهم تعليق الأشعرية يقولون يجوز الاستثناء في الإيمان لأن الأمر متعلق بالعاقبة والموافاة متعلق بالمستقبل ولأن الأمر في يد الله لا يعلمه الإنسان والخلاف كما قلنا لحضراتكم عند كثير من المحققين خلاف لفظي لأن الفريقان يتفقان على جواز التبرق بهذه الكلمة ويتفقان على أن تعليق الإيمان على شيء يقدح في قطعيته لا يجوز وإلا لا يسمى إيمانا أصلا طيب يقول ثم الإيمان والإسلام واحد عندنا هذه مسألة أخرى إذا احنا كده كلمنا في كم مسألة كلمنا في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه كلمنا في مسألة الاستثناء في الإيمان الآن نتحدث في مسألة هل الإيمان والإسلام واحد ولهما لفظان متغيران ولهما لفظان متغيران يقول ثم الإيمان والإسلام واحد عندنا خلافا لأصحاب الظواهر خلافا لأصحاب الظواهر الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول في الفقه الأكبر والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى فمن طيق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان فهما كالظهر مع البطن يعني هما متلازمان هما متلازمان حتى أنا سمعت بعض من بعض المشيخ قولا حسنا يقول أنتم تعرفون طبعا التقسيم المشهور يعني عند وهو يعني أكثر من يذكره السادة الصوفية إنه الإنسان يكون مسلم ثم مؤمن ثم محسن فقال هذا الشيخ مرتبة الإسلام فيها إيمان ومرتبة الإيمان فيها إسلام أيضا لكن في مرتبة الإسلام إيمان إجمالي ثم لما ترق الإنسان يصير الإيمان تفصيليا وبهذا حكمنا على الغالب حكمنا بالغالب فعندما نقول الإسلام مرتبة لأن الغالب على الإنسان إنه يهتم بأعمال الظاهر ولما نقول الإيمان مرتبة لأنه صار الإيمان الآن أوضح وأظهر فإذن سيدنا الإمام أبو حنيفة هنا يقول إنه من حيث اللغة في فرق لكن من حيث الاصطلاح من حيث المعنى الشرعي لا يتصور إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان لأن هذا ظاهر لهذا وهذا باطن لهذا والإمام أبو منصر ما تريد أيضا يقول وأما القول عندنا في الإيمان والإسلام إنه واحد في أمر الدين في التحقيق بالمراد وإن كان يختلفان في المعنى باللسان باللسان يعني في اللغة حيث اللغة لكن من حيث من حيث الشرع هما متلازمان طيب إذن الإسلام والإيمان متغيرا لغة هزم حل اتفاق المشكلة في المشكلة في المعنى الشرعي كما قلنا طيب يقول يقول الشيخ ثم الإيمان والإسلام واحد عندنا خلافا لأصحاب الظوار واحد بمعنى بمعنى أنهما متلازمان لا يتصور هذا إلا ومعه هذا لا يتصور من إنسان إنه بيصلي إلا إنه عند إيمان بالله عز وجل ولا يتصور من إنسان مؤمن إلا أنه يطيع الله سبحانه وتعالى أو على الأقل يريد طاعة الله أو على الأقل يقر بوجوب طاعة الله ألا له الخلق والأمر فهو مسلم وإن لم يفعل بجوارحه لكنه مسلم بأن جوارحه ينبغي أن تنقاد إلى الله لا يمكن لا يتصور إن إنسان يقول الله خالق رازق ثم لا يمكن أن يأمرني بشيء لا أخضع له بجسدي لا يتصور هذا فهما متلازمان يقول ثم الإيمان والإسلام واحد عندنا خلافا لأصحاب الظواهر وذلك لأن الإيمان تصديق الله عز وجل فيما أخبر من أوامره ونواهيه والإسلام هو الانقياد والخضوع لألوهيته وذال لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي يعني لا يمكن أن تقول الله نعم خلقني ورزقني لكن أنا لا أخضع له لا أأتمر بأوامره هذا لازم لذلك إحنا بنقول يا أخوانا إن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية متلازمان لا يتصور هذا بدون ذاك ولا ذاك بدون هذا والتفريق بينهما مدخل للتكفير وآيات القرآن دالة دالة على تلازم ما يسمى بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يقول الشيخ والإسلام هو الانقياد والخضوع لألوهيته إذ لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكما فلا يتغيران ومن أثبت التغير يقال له ما حكما آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن يعني هل يسمى المؤمن مؤمنا إلا إذا كان خاضعا لذلك إحنا لما عرفنا الإيمان وستجدون هذا النص في الجوهرة لما قال الإيمان هو التصديق قال لك ما معنى التصديق قال لك هو الإذعان والانقياد ففسر لاحظ الإيمان بماذا بالانقياد الذي هو الإسلام أنت فسرت الإيمان بالانقياد بالخضوع فإذا جزء من حقيقة الإيمان أن تخضع والخضوع خضوع قلب وخضوع جوارح حتى وإن لم تفعل الجوارح يعني يمكن الإنسان يكون خاضع بقلبه مقر بأن الله له أن يأمر وأن ينهى لكنه في حياته لم يعمل خيرا قط لكنه في حياته لم يعمل خيرا قط هذا خاضع ولا مش خاضع 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 بالقوة فيسمى خاضعا أيضا وإن لم يخضع بالفعل لأنه يقر بأن لله أن يأمر وأن ينهى يقول ومن أثبت التغاير يقال له ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن لو سألت أي حد السؤال يقول لك آمن ولم يسلم إذن لا يكون مؤمنا أسلم ولم يؤمن لا يكون مسلما لأن اللفظان متلازما فإن أثبت لأحده ما حكما ليس بثابت للآخر وإلا ظهر بطلان قوله يعني لا يستطيع من تسأله هذا السؤال أن يورد فرقا أن يورد أن يورد فرقا بينهما أبو المعين النسفي يؤكد على هذا المعنى فيقول إن الإيمان والإسلام من قبيل الأسماء المترادفة المترادفة فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم لما حضرتك بقيت تقرأ عند السادة الصوفية إنه في مراتب يعرف إن المراد هنا نعم هما مترادفان لكن سمي المسلم مسلما لأنه عنده إيمان وليس عنده إيمان عنده إيمان تظلئت يا شيخ إنه مسلم مش مؤمن لأنه الإيمان عنده إجمال ولما تقرأ إنه فلان صار مؤمنا أو حاز مرتبة الإيمان لماذا سمي لأن الإيمان صار تفصيلي فإذن لا تعارض بين ما يقرره السادة الماتريدية وما يقوله السادة الصوفية والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سيدنا هو القول المحققين في إن الخلاف لفظي مش المسألة اللي حالك شرحتها إن السادة الأشاعرة بينظروا إلى المآلات والمستقبل والسادة الماتريدية بينظروا إلى الحال الحالي مش ده يقضح في مسألة إن الخلاف لفظي بالعف متى يكون الخلاف حقيقيا يا سيدين يكون الخلاف حقيقيا إذا توارى النفي والإثبات على محل واحد يعني أنت بتقول الشمس طالعة أنا بقولك الشمس ليست طالعة ويكون مرادك الآن ومرادي الآن لكن إذن تقولك أنا مرادي الشمس طالعة الآن ونقولك أنا مرادي الشمس ليست طالعة بعد خمس ساعات إذن نحن لسنا مختلفين لأن النفي والإثبات لم يتوارد على محل واحد النسبة غير متحدة انفكت الجهة فإذا انفكت الجهة فلا تعارض فأنا أسألك لما بيقول السادة الماتريدية بالنظر إلى الحال ولما يقول السادة الأشاعرة بالنظر إلى المآل هل الجهة متحدة؟ لا مش متحدة كده لأنه سادة الاسلامية إذن الخلاف لفظي خلاف في الألفاظ في التعبير فقط إذن الخلاف ليس حقيقيا متى يكون الخلاف حقيقيا إذا اتحدت الجهة اتحدت الجهة هل الجهة متحدة؟ لا لأنه لأنك أوردت سؤالين يحلوا الإشكال تعليق الأمر على الشك طب سؤال تاني سيدنا معزرة مسألة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فاهمي للموضوع أو مسألة الربوبية أنه دي جزء من الألوهية يعني هي لا تنفك عن الألوهية أصلا نعم هذا ما يقوله أهل السنة مسألة تقسيم التوحيد هذه أول من قال بها ابن تيمية وسار على نهجه الإخوة السلفية هذا التقسيم مش موجود في كتبنا لا في كتب الأشعر ولا في كتب الماتوريدية وإن وجد يعني توجد ألفاظ عند ملع القاري مثلا يفرق يقول هذا من توحيد الألوهية وهذا من توحيد الربوبية لكنه لا يقصد به المعنى الذي أورده ابن تيمية هو فقط يعني يسمي هذا بإسم معين ليس هو الاسم أو ليس هو المعنى الذي أراده ابن تيمية لكنها عندنا لا تنفك نعم عند أهل السنة توحيد الربوبية هو بعينه توحيد الألوهية لا ينفك هذا عن ذاك كالإيمان والإسلام لذلك هو لي ابن تيمية قسم ولي الأسلفية بيقسمه عشان يقول لك والله المسلمون وحدوا الله تعالى توحيد الربوبية وهم مشركون في توحيد الألوهية حيث وجهوا العبادة لغير الله حيث يدعون غير الله حيث يستغيصون بغير الله حيث يسجدون للقبور والسجود عبادة فهم يعبدون غير الله عشان يقول لك دو الكفار فهي المسألة كده المسألة أنهم يريدون التفريق بينهما حتى يكون مسوغا للتكفير أنا سمعت نص بس ما عرفش حقيقة هل النص منسوب للإمامة بالقامة الجوزية أو لا يعني كان بيتكلم على عبدة القبور وبعض المتبركين أن مشركي كفار قريش كانوا يعني إيه بأمينه بتوحيد الربوبية ولكنوا أكثر منهم إيمانا هو ده نعم هو ده أصل الداء هو ده أصل الداء لذلك نحن نقول لقائل هذا النص ولغيره يا أخي الكريم توحيد الألوهية ملازم لتوحيد الربوبية والعكس بالعكس لو رحت لأي إنسان مقر بوجود الله ومؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى لو رأيته يسجد لإنسان حتى لو رأيته بجسده يسجد لإنسان طيب الفعل محرم لا شك في هذا الفعل محرم لكنه خطأ في الإيمان أو في الجوارح خطأ في الإيمان أو في الجوارح العبادات كلها يا سيدي نحن نقول المسلم الإنسان إذا آمن ولم يأعمل خيرا قط ما حكمه ما حكمه لم يأعمل خيرا قط مسلم 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 نعم لا يخلط في النار ليس كذلك نعم فالتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية متلازمان وأيات القرآن يا سيدي تدل على ذلك آيات القرآن تدل على ذلك لكان المدخل دايما للتكفير للمعاصر يعني من أين نشأ التكفير من هذا التقسيم من تقسيم التوحيد هذا التقسيم الذي لم يعرفه أحد من السلف يا سيدي هذا التقسيم الذي أنتج لنا خوارج العصر والدواعش وغيرهم وغيرهم أخرج لنا سوغ هذا القول هو الذي سوغ القول بأنه هناك عباد القبور يسمونها عبادة عشان يقولوا إن كثير من المسلمين الآن موحدين توحيد الربوبية لكنهم مش موحدين توحيد الألوهية فإذا هم كفار وإذا كانوا كفار يجوز قتالهم وإذا كان يجوز قتالهم فيتغنم أموالهم وتسبى نساؤهم زي بالضبط ما فعل محمد بن عبد الوهاد من أين جاء ذلك من تقسيم التوحيد تقسيم التوحيد هل يمكن أن نقول بأن التوحيد أقسم ثلاثة القرآن لا يدل على ذلك أقوال السلف لا تدل على ذلك لم يقل بذلك أحد من العلماء المعتبرين سوى ابن تيمية وابن تيمية أخطأ في هذا ولا يجوز تقليده في هذا هل يمكن أن نقول أنا مؤمن إن شاء الله بنية التأدّم مع الله نعم نحن قلنا هذا نحن قلنا هذا لأنه الخلاف الخلاف بين الأشاعر والماتريدية رفضي أيضا في هذه المسألة يعني الجهة منفكة الماتريدية لما بيقول لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى تعليق الإيمان يعني كأنك شاك كن في الإيمان إذا أردت بكلمة إن شاء الله الشك لا يجوز أن تقول هذه الكلمة لكن أردت التأدّم أو التبرك يجوز عند الماتريدية وعند الأشاعر واضح مولانا؟ واضح مولانا أكرمكم الله طيب يا أيها الإخوة الكرام نحن الآن بفضل الله تعالى بقي لنا درس واحد أسأل الله أن يتم علينا وعليكم بالخير وأن يجمعنا وإياكم على الخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتب إليك بسم الله الرحمن الرحيم وراصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعموا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة